السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم طلاب وطالبات العزة وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات معكم السادة ريج العسرج وزميلي في رغة الإشارة السادة عبد السلام المغانيم اليوم بإذن الله سوف نستكمل دروس مادة الرياضيات ودرسنا لهذا اليوم من مشيعة الله التهيئة طرائق الجمع والطرح بسم الله الرحمن الرحيم سنتعرف بإذن الله على فصل جديد وهو الفصل الثامن التهيئة طرائق الجمع والطرح أستكشف في الحوض 12 سمكة إذا قفزت واحدة إلى الحوض الآخر فكم سمكة بقيت لاحظوا هنا لدي في الصورة لدي بعض من الأسماك تقريبا عددها 12 سمكة إذا قفزت واحدة إلى الحوض الآخر فكم سمكة بقيت نريد أن نعرف كم سمكة بقيت لدي في الحوض يلا يا أبطال استكشفوا 12 قفزت واحدة إلى الحوض الآخر فكم يصبح عددهما أحسنتم 11 إذن 12 قفزت واحدة أصبح عدد الأسماك في الحوض 11 إذن رح نكتب العدد 11 سمكة واضح يا أبطال إذن المفردات الجديدة رح نتعرف عليها بإذن الله العدد التصاعدي والعدد التنازلي واضح يا أبطال لو لاحظنا هنا كان عدد الأسماك كم في الحوض أحسنتم 12 قفزت واحدة أصبح العدد كم أحسنتم 11 هنا يصبح العدد تنازليا 12 نزلت إلى العدد 11 هنا سرح نتعرف بإذن الله في المفردات الجاية على العدد التصاعدي والعدد التنازلي هنا أيضا رح نتعرف على المفردات العدد التصاعدي أو العدد التصاعدي وأيضا العدد التنازلي التهيئة وحوط الإشارة الصحيحة وحوط الإشارة الصحيحة إذن بدأنا بالتهيئة رح نحوط الإشارة الصحيحة لدي هنا إشارة الجمع رح أبحث عن إشارة الجمع هنا زاعد أم ناقص أم يساوي رح أحوطها هل هي الإشارة الأولى أم الثانية أم الثالثة يلا يا أبطال فكروا معي أحسنتم الإشارة الأولى وهي إشارة زاعد أو الجمع رح نختار إشارة الزاعد إذن إشارة الجمح هي الإشارة الأولى واضح؟ أحسنتم ننتقل إلى السؤال الثاني أيضا أحوّط الإشارة الصحيحة راح نحوّط الإشارة الصحيحة وهي إشارة الطرح نبحث عن إشارة الطرح هل هي إشارة الأولى؟ أم الثانية؟ أم الثالثة؟ يلا يا مبدئين فكروا جيدا أين إشارة الطرح أمامي؟ أحسنتم إشارة الناقص هي إشارة الطرح وهي الإشارة الثانية واضح يا أبطال؟ إذن في الأول حددنا إشارة الجمع الآن حددنا إشارة الطرح ننتقل إلى السؤال الثالث أيضا راح نحوّط على الإشارة الصحيحة مطلوب مني هنا إشارة ما هي؟ إشارة المساوات مطلوب مني إشارة المساوات إذن راح أبحث عن هذه الإشارات أيهما إشارة المساوات هل هي إشارة الأولى وهي الزائد أم إشارة الثانية الناقص أم إشارة الثالثة؟ يلا يا أبطال الأولى أم الثانية أم الثالثة أين المساوات أو إشارة المساوات؟ أحسنتم الإشارة الثالثة إذن إشارة المساوات هي إشارة الثالثة إذن حددنا في هذه الأسئلة أولا حوطنا على إشارة الجمع الثاني إشارة الضرح الثالث إشارة المساوات واضح ننتقل لسؤال الآخر هنا لدي أجمع أو أطرح رح نحدد ما المطلوب مني هل هو جمع أو طرح لدي هنا إشارة هل هي جمع طرح أحسنتم إشارة الجمع إذن هنا أربعة زائد صفر درسنا في الدروس السابقة الجمع الأفقي والجمع الرأسي هنا عبارة عن جمع ماذا لو تلاحظون أحسنتم جمع رأسي إذن لدي هنا جمع رأسي أربعة زائد صفر كم يساوي رحطيكم بعض من الوقت فكرون في السؤال ونرجع نتشارك الحل سويا تفضل هل انتهيتم؟ أحسنتم إذن أربعة زائد صفر كم يساوي؟ أحسنتم يساوي نفس العدد وهو أربعة إذن هنا جمع الصفر أربعة زائد صفر يساوي نفس العدد وهو أربعة إذن هو أربعة واضح يا أبطال؟ ننتقل إلى السؤال الآخر أيضا بنفس الفكرة أجمع أو أطرح هنا ماذا تسمى هذه الإشارة؟ هل هي جمع أم طرح؟ يلا يا أبطال أحسنتم طرح إذن هنا عبارة عن طرح طيب هل هو طرح رأسي أم أفقي؟ يلا يا مبدعين أحسنتم طرح رأسي إذن سأعطيكم هذه المسألة أو طرح رأسي تحلونها ونرجع نتشارك الحل سويا تفضل هل انتهيتم؟ أحسنتم يا مبدعين إذن ستة ناقص صفر كم يساوي؟ أحسنتم إذن يساوي العدد ستة إذن هنا الطرح الصفر ستة ناقص صفر يعطينا الكل وهو ستة واضح يا أبطال؟ ننتقل إلى السؤال الآخر أيضا بنفس الفكرة أجمع أو أطرح ماذا تلاحظون هنا؟ أحسنتم أيضا هنا إشارة زاعد أو الجمع إذن راح نجمع هنا وهل هو إذن جمع رأسي أم أفقي؟ أحسنتم رأسي إذن أربعة زاعد واحد يلا اجمعوا لي أربعة مضافا إليها واحد كم يساوي؟ يلا فكروا فيها أربعة أضفنا إليها واحد أحسنتم يساوي العدد خمسة إذن لدي أربعة أضفنا إليها واحد أصبح الناتج هنا لدي أربعة العدد هنا خمسة مضافا إليها واحد إذن خمسة واضح يا أبطال؟ إذن أربعة زاعد واحد يساوي خمسة ننتقل إلى السؤال الآخر أيضا بنفس الفكرة أجمع أو أطرح هنا إشارة ماذا؟ أحسنتم إشارة الطرح إذن رح نطرح 9-4 رأيكم هذا السؤال تفكرون فيه ونرجع نتشارك الحل تفضل هل انتهيتم؟ أحسنتم إذن 9-4 يلا كم الإجابة طلع لكم؟ 9 لدي 9 أخذنا منها 4 كم يساوي؟ 1 2 3 4 5 إذن ناتج طرح 9-4 يساوي 5 أحسنتم إذن الناتج 5 ننتقل إلى السؤال الآخر أيضا أجمع أو أطرح ماذا تلاحظون هنا؟ إشارة ماذا؟ هل هي جمع أو طرح؟ أحسنتم إشارة الجمع أو إشارة الزائد إذن 6 زائد 3 كم تساوي؟ نلاحظ هنا جمع رأسي أم أفقي؟ أحسنتم جمع رأسي إذن 6 مضافا إليها 3 كم يساوي؟ 6 لدي 6 أضفنا عليها 3 7 8 9 إذن ناتج جمع 6 زائد 3 يساوي كم؟ أحسنتم يساوي العدد 9 ننتقل إلى السؤال الآخر وهنا فكرة جديدة وهي أكتب جملة الجمع التي تمثل الصورة لدي هنا مجموعة من القوارب نريد أن نكتب جملة الجمع التي تمثل هذه القوارب سأعطيكم بعض من الوقت تفكرون في هذا السؤال ونرجع نتشارك سويا الحل تفضل ترجمة نانسي قنقر هل انتهيتم؟ أحسنتم هنا نريد أن نكتب جملة الجمع التي تمثل هذه الصورة وهي القوارب نلاحظ لدي مجموعتان من ماذا؟ أحسنتم من القوارب المجموعة الأولى نريد أن نعدها سويا ونعرف كم عددها مع بعض واحد اثنان ثلاثة أربع إذن كم قارب لدي في المجموعة الأولى؟ أحسنتم أربعة قوارب إذن في المجموعة الأولى عدد القوارب أربعة هنا بما أنها جملة جمع نضع إشارة ماذا؟ أحسنتم إشارة الزائد زائد المجموعة الثانية كم عدد القوارب المجموعة الثانية؟ يلا يا أبطال واحد اثنان إذن لدي قاربان في المجموعة الثانية نكتب العدد اثنان إذن أربعة زائد اثنان أو مضافة إليها اثنان كم عدد القوارب جميعا؟ يلا يا أبطال كم عددها؟ يساوي كم؟ رح نكتب يساوي مجموعة هما أربعة خمسة ستة إذن جملة الجمع لديه أربعة زائد اثنان يساوي ستة واضح يا أبطال؟ إذن كتبنا هنا جملة الجمع وهي أربعة زائد اثنان يساوي العدد ستة ننتقل إلى السؤال الآخر أضع علامة إكس على أربع جزرات ثم أكتب هنا جملة ماذا؟ جملة الطرح سابقا مطلوب بني أكتب جملة ماذا؟ الجمع والآن جملة الطرح نلاحظ لدي عدد من الجزرات أريد أن أعدها أولا الكل كم عددها؟ واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن مجموعة الجزرات لدي كم؟ ثمانية سوف أضع علامة إكس على كم جزرة؟ أحسنتم على أربع جزرات إذن واحد اثنان ثلاثة أربع إذن وضعنا علامة إكس على أربع جزرات رح نكتب الآن ماذا؟ جملة الطرح نبدأ بجملة الطرح عدد الكل للجزرات كم؟ أحسنتم عددها ثمانية إذن عدد الكل للجزرات ثمانية بما أنها جملة الطرح نضع إشارة ماذا؟ أحسنتم إشارة ناقص إذن رح نكتب ناقص أخذنا أو وضعنا إشارة إكس على كم جزرة؟ كما طلب مني؟ أحسنتم على أربع جزرات إذن ناقص أربع أصبح الناتج كم يساوي؟ ثمانية أخذنا منها أربع كم تبقى لدي؟ واحد اثنان ثلاثة أربع إذن تبقى لدي؟ أحسنتم أربع جزرات واضح؟ إذن كتبنا هنا جملة الطرح وهي ثمانية ناقصا أربعة يساوي العدد كم؟ أحسنتم أربع بحمد الله تعلمنا في درسنا لهذا اليوم التهيئة طرائق الجمع والطرح كذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وحفظه ألقاكم في درس آخر بإذن الله إلى اللقاء